هنّى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس العلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه سموه نائبا لرئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أن التعيين الملكية السامي يؤكد الكفاءة العالية التي يتمتع بها سموه والقدرة الكبيرة على تقديم الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير رياضة الفروسية في المملكة والوصول بها إلى أعلى المستويات التي تتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن التعيين سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ستكون له الأثار الإيجابية على مصلحة رياضة الفروسية في المملكة وذلك نظرا لما يمتلكه سموه من طموحات عالية سترتقي بنادي راشد الفروسية وتجعله مقصدا رياضيا ومكانا لتطوير رياضة الفروسية على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى تنفيذ الأفكار التي تتناسب مع تطور نوعي الذي تشهد رياضة الفروسية في المملكة مؤكدا أن المستقبل سيكون مشرقا لرياضة سباقات الخيل في المملكة بفضل تكاتف جميع منتسب هذه الرياضة وأنسهار جهودهم من أجل تحقيق التطور المشهود لرياضة الخيل في المملكة